عرض رفع مستوى العلاقات بينها وبين إسرائيل كجائز إلى إسرائيل بدون ما تدفع بالفعل هكذا سئلة تستفيد ولكن يعني لنتذكر قضايا تدويل قضية جولدستون لنأخذ مثال جولدستون وهو مش محكمة جولدستون هو أمم متحدة إسرائيل قضوا فيها جاء وهذا الشخص له عندنا نقطع فكرة عليه كشخص ولكن هو كقاضي سابق وكمناحة مهنية شخص موضوعي مهني وأنا حسب رأيه الدواجبه كما يجب بالنسبة للتحقيقات في جرائم الحرب أو الشكوك حول تنفيذ جرائم حرب في غسطة شوف التمن نحن الآن كمجتمع مدني بدأنا أيضا ندفع التمن على مستوى تحريض واقتراحات وتشريعات قوانين اللي تحاول أن تغلق أي جمعية اللي تحاول أو تثير قضايا اقتراف وارتكاب جرائم حرب تخيل وهي مش محكمة دولية اللي بدها بيستطاعاتها أن تفرض على المتهم أن يحضر أمامها وأن يمثل أمامها وتحاكمه تقرير اللي بالأخير ما فيه عقوبات هذا تقرير ما له ما يسمى بالأسنان أو ما له هلأدي نفاذ لدرجة أنه يلزم إسرائيل في أنه تعمل أو تقوم بأعمال معينة ولكن في خطور يعني ممكن أن يؤدي إذا كان فيه طبعا في مجلس الأمن أخذوا قرار ممكن أن يؤدي لإقامة أدهك تريبونال اللي هو ممكن أو أن يحول قضايا جرائي من الحرب إلى محكمة دولية وهناك بتصير يعني تناول الموضوع بتصير بشكل أكثر جدي وأكثر مع فاعلية ونفاذ مع سلطة لأنه هاي محكمة لديها سلطة الأمر الآخر مع قضايا إسرائيل وتودويل الأمور أيضا نلمسها على مستوى تقارير اللي نقدمها للأمم المتحدة للهجان معينة للأمم المتحدة فيها كتير لجان ففيه مع مجلس حقوق الإنسان ثم نقدم له تقرير عن وضع العرب في داخل خط الأخضاء في إسرائيل حينما نمثل أمام هاي اللجان يعني عليك أن ترى الأشخاص اللي بيجوا يدافعوا أو يعرضوا موقف إسرائيل وأنا أتحدثك يا واحد اللي تتظهر أمامهم داخل المحاكمة الإسرائيلية أرفع أشخاص من أرفع مستوى ما يعرف من ناحية رتب داخل نيامة الدولة اللي التعامل يعني بدأ هنا داخل صار فيه تخوف مش إنه والله إنه روح وين بدكو إحنا بنعمل البدنية هن عم بيعمل البدنية ولكن فيه تخوف في قسم جديد داخل وزارة القضاء اللي بدأ يهتم فقط بكل ما هو غير عبري وعربي بمعنى دول دول أوروبية كل ما يتعلق باستعمال الولاية القضائية محاكمات إسرائيل وفيه تجند وعندك خيرة من ناحية أكاديمية الأشخاص المؤمنين الوقت يدركنا السؤال الأخير لجعفر يعني أحيانا المرة أنه إسرائيل تفعل ما تشاء يعني نتنياهو يفعل ما يشاء مظبوط يعني الصورة كانت أبل شهر وكانه فيه ضغوط دولية ولكن الآن هو حر فيه ضغوط دولية مختصار بس أنا ضغوط دولية محددة قدرتها أن تتحرك محددة المشكلة هي إسرائيلية المشكلة أنه فيش قيادي يهودي فيش قيادي إسرائيل لكن فيش عالم يضغط على إسرائيل يعني حتى لو العالم بده يضغط على إسرائيل بالظروف اللي إسرائيل عمالها بتكون فيها اليوم هي تتعامل مع كل العالم بعنجهية فأنا أعتقد أنه يجب أن نتعامل مع كل الجبهات ومع كل الإمكانيات التعامل على الساحة المحلية والساحة الدولية والساحة القضائية لأنه فيه إمكانية لتغيير الواقع يعني خلال السنوات القريبة بس يجب أن لا نتوقع أن سيكون هناك تغيير في ظل هذه الحكومة هذه الحكومة لن تقبل أي تغيير على سياستها ويجب أن نقوم في تغيير هذه الحكومة وضمان ضغط دولي ليساهم في بلورة الرأي العام الإسرائيلي الرأي العام الإسرائيلي يجب أن يفهم أن هناك فيه ثمن للسياسة الحكيمة بهذا القول عمليا نصل إلى نهاية البرنامج أولا نشكر حضوركما المحامي عبير بكر من مركز عدالة والأستاذ جعفر فرح مدير مركز مساواة أعزائي المشاهدين نلتقي بكم في حلقة جديدة من نظرة من الداخل الأسبوع القادم لكم مني رمزي حكيم ومن طاقم البرنامج كل التحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة